لعل تسارعها لم يعد بريئا من الدعوة بأن سوريا آمنة إلى فكرة إعادة تقييم العلاقات من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه النظام انتهاءا بالدفع نحو العودة الطوعية وكان لا يزال الجدل دائرا بينها وحولها ويبدو بأن تأكيدات المفوضية الأوروبية بخطورة العودة الآمنة غير قادرة على حسم النقاش فمحادثات أمس الأربعاء بين سفراء الاتحاد الأوروبي بدعوة مجرية دفعت نحو فكرة عودة اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء أوروبا بناء على وثيقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة تؤكد دعمها لعودة اللاجئين على أساس طوعي بحت وعدم السماح بترحيلهم قسرا واحترام القانون الذي يحضر على السلطات ترحيل المهاجرين إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة لم تتوقف المحادثات عند الحس على عودة اللاجئين لتتطرق إلى غياب العلاقات الدبلوماسية مع النظام واستغلال حكومة دمشق الحرب على لبنان في دعوة السوريين إلى العودة واستقبال آلاف النازحين اللبنانيين والسوريين من جراء تصاعد وتوسع الأعمال العسكرية على الأراضي اللبنانية فالمناقشات الأوروبية الجارية تشير إلى استعداد سياسي متزايد لمعالجة هذه المسألة وإن كانت بلا مؤشرات على حدوث تقدم فوري من جهة أخرى وجه سياسيون وبرلمانيون أوروبيون انتقادات حادة لهنغاريا بسبب تقاربها مع النظام السوري عقب مشاركة وزير خارجيتها بيتر سيارتو في مؤتمر منسك حول أمن أوراسيا في العاصمة البيلاروسية انتقادات تظهر التصدع الأوروبي والتوجهات والتحالفات السياسية المتبينة والتي ستنعكس على الملفات الإنسانية وعلى الفئات الأضعف من اللاجئين والهاربين من الموت